السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ بإذن الله النهاردة هنبدأ محاضرة إيدة مع بعض آآ محاضرة باور بوينت. آآ زي ما اتفقنا احنا في الباور خلصنا شرح البرنامج بس البرنامج نفسه بس شغالين حاليا على التطبيقات بتاعته. زي ما اخدنا المرة اللي فاتت تعارض هناخده النهاردة نفس العرض عادي برضو للناس. هنعيد عليه سريعا كده وبعد كده هندخل ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض عد تنازلي. ونحاول نصمم شخصية كرتونية على الباور تمام. بداية كده اللي انا هبتدي دلوقتي على طول. هعمل عرض موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعمل صفحة جديدة خالص ازاي انسي او اعمل الصفحة تانية احنا قلنا من هون بعد كده بختار بعد كده بختار يعيما كليكي مين عليها واختارها اسمها نبتدي بقى نشتغل الشغل اللي احنا عملناها المحاضرة اللي فاتت احنا شغلنا كل المحاضرة اللي فاتت كان علي ايه كان على الشيب اول حية عملتها رحت علي الشيب من قائمة انسيرت اه كده عملت شكل زي ده تمام خلو خلص طيب بعد ما عملت الشكل ده ده اول حية عملتها رحت عملت بعد كده عملت نسخة مني تاني بس الاول مسلا احاول اغير اه اعمله لون مختلف شوية خلي مسلا خلي بالشكل ده ازاي اخد نسخة تانية من الشكل زي ما قولنا احنا باخد نسخة تانية من الشكل عن طريق كنترول دي كنترول دي كده اخدت نسخة تانية من الشكل ربر نسخة تانية شوية طيب النسخة التانية من الشكل انا اغير لونها اخلي لونها مسلا كمثال اه لونها باللون الاخضر تمام اخد اللون ده بس انا هخليها خلف الشكل الاولان اعمل لها ايه سيند باكورد او كليبت يمين عليها واختار سيند تو باك ارسال للخلف ارسال للخلف اروح برضو على شاب من انسرت ادخل على شاب اخد شكل المستطيل دي صغر بس الاول كده برضو عمل لها سيند تو باك ارسال للخلف طيب انا عايز اعمل ايه هنا انا هنا عايز اعمل لون السماء اللي هو اللون السماوي طيب دي اول خطوة احنا عملناها مع بعض طيب ايه بعد كده بعمل ايه عايزين نرسم الشجرة بارسمها ازاي برضو من انسرت واروع على شاب دور على شكل ارسم بالشجرة مسلا شكل زي ده اخطر اللون بتاعها اللون البني تمام عايز اعمل فرع الشجرة برضو من قائمة انسرت واروع على شاب واختار فرع الشجرة فيما هو او ندور فرع الشجرة زي ما انتم شايفين هعمله باللون الاخضر احنا قولنا ازاي نخلي الاتنين دول شكل واحد لان لما اجي احرك هيتحرك كل واحد لوحدة تغط على دي ايه وادوس على كنترول واختار الشكل التاني بعد كده باختارها اسمها جروب كده اخليها لكا جروب واحد اهو بس اعمل كنترول زت الاول لان اه يزعب بتاع الشجرة على تتزبط شوي اهو اهو خطس واختار جروب بعد كده احنا كنا رسمنا ايه رحنا على انسرت وشي بفترضنا اللي هو اه الدائرة شنرسم بها الشمس الشمس كانت باللون الاصفر تمام بعد ما رسمنا الشمس الشمس بعد ما رسمناها انا عملت حوالينها توهج ازاي بعمل توهج حوالين الشمس مم وبعد كده وبختار شكل التوهج ده عادي ازاود شكل التوهج اروح على برضو بلو واختار غلو اوبشن ازاود الصيز او انا بزاود الصيز بعد الشمس بس فاق تمام بعد كده عملنا ايه بتكرو بعد كده عملنا ايه رحت عملت ايه رحت على انا بقول عمل رسمه تحركة انا شغل كله على الانيميشن ضغط على الشمس ورحت على الانيميشن بعد كده اخترت حاج اسمها اضافة حركة بعد كده في حاج اسمها المور موشن بيسس اللي هو مسارات حركة اضافية. مسارات حركة اضافية. انا عايز الشمس تتحرك ناحية اليمين. بس انا هصغرنها شوية. عايزي حركة ناحية اليمين. او او اضافة حركة. بعد كده مور موشن بيسز اللي هو اه مسارات حركة اضافية. وانا عايزة حركة ناحية اليمين. اروع لحاسمها والكرف. واختار ها كده بتتحرك ناحية اليمين. دست اوكي. فانا بسحب من نخطة الحمرة دي واسحبها شوف عايزة وديها الحد فين. انا عايزة وديها الحد هنا. حد هنا تمام? بيش اي مشكلة? طيب. هنا في حاجة اسمها او المدة. في المدة هنا اخليها زودة. خليها مسلا تلطاشر. لو دست على عرض. الشمس بتتحرك ايه. طيب. انا عايز وقت ما الشمس تتحرك هتأثر على درجة حرارة الجو. ازاي? هو في حاجة يعني في حاجة اسمها تأثر على درجة حرارة الجو اه. بنعملها ازاي دي? الشكل المنورة دي اللي هو اللي انا عامله بشكل السماء. بضغط عليه وبروح اختار حاجة من هنا اسمها لون التعبئة. اللي هو الفيل كولر. لون التعبئة. بظهر معي لون هنا انا ايه اللون اللي انا عايز اختاره? الشمس اللي لما بتعدي بيتأثر على اللون بتخليه ايه? بالشكل ده. زي ما انتو شايفين. كده خلاص. بيقول لي هنا رقم واحد وهنا اتنين. معناها اول حركة هتحصل عندي حركة الشمس بعد كده الحركة اللي هو بتاعة السماء اللي ايه اللون بتاعها هيضغيق. طيب. بعد كده احنا قلنا هي بدخل على جوجل. وبكتب صورة طائر متحركة. ولازم اخليها دي اي 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 دي اي 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 ا بس الاول انا هعمل ايه? الاول هروح حفظها في ملف. عشان ساعات بتحصل مشكلة ان انا لو بعد كده عملت العرض التقديم وجيت حركت الصورة من المكان اللي انا اصلا كنت واخده منه منكن الاقي العرض عندي ما بيشتغلش. وساعات بيشتغل. تمام? احنا قلنا التجميع ده عملناه ازاي? اول حاجة. ادي عندي شكلين. تمام? انا مسلا عندي كمسال برضو نجيب حاجة تانية زي كده مسلا. مسلا شكل زي دي. ورحت على واخترت كمسال حاجة زي دي. ازاي نخلي الاتنين دول شكل واحد? انا اضغط على الشكل الاولان وبعد كده بدوس على واختار الشكل التاني. بعد كده كليك يمين واختارها اسمها جروب. اختار جروب. كده الاتنين بجو شكل واحد. بالنسبة لتوهج الشمس احنا قلنا اضغط عليها واختار واختار جلو بعد كده باختار شكل التوهج. عايز ازود اختار جلو وزود اللغة الحاجة. طيب. حلو كده. كده انا عملت ده رقم واحد الاولاني وده التاني. عايز اعمل التالت اللي هو الطائرة المتحرك. هروح على بعد كده بكتشر. اللي هي صورة. انا حطت الشكل بتاعي فين? حطه في مشروع باور بوينت. هاي. قمت بادراج للشكل. بس المرة دي انا عايز اخلي الطائر المتحرك يجي من اليمين لليسار. طيب لو لو لجيت ان في خلفية مسلا بيضة هنا اغيرها ازاي او اشيلها ازاي من واختارها اسمها تقرار وبعد كده بضغط على الخلفية. طيب انا عايز احود اتجاه الطائر. اما امسك من هنا وحرك. اما اروح على حيات اسمها روتيت واختار لب هوريزينتل. عادي الطائر. عايز احركه اه عايز احرك الاساغل شوية. بس اللي انا عملته في الشمس انا هعمله في الطائر برضو. اعمل ايه? وروح على وبختار حاجة اسمها وبختار اللي هو مسارات حركة اضافية. المرة ده انا احركه ناحية اللي هو اليسار. اه هتحرك ناحية اليسار. هسحب النفطة الحمراء دي. اه. خليها مسلا هنا. طيب. في المدة نفسها بتاعت الحركة عايزها قد ايه? المدة اللي بتحرك فيها الطائر. خليتها مسلا اتناشر. هجي كده اجرب. هنعرف ليه دلوقتي الطائر ما اتحركش. قد الشمس اتحركت الاول. مكتوب عليها رقم واحد. بعد كده التأثير اللي انا عملته من تحت. بعد كده الطائر. حلو. ليه حصل كده معايا? اقول لكم ليه حصل. ان انا ادى عنده هو رقم واحد. ده الاول وده الانيميشن التاني وده الانيميشن. حلو كده? طيب. انا مع بعض هنعرف ازاي. طب خلاص انا خلصت كده من اول جزئية. عايز بقى اجيب رجل تحت يتحرك. اجيب رجل ده ازاي? اروح مسلا على بوجل واكتب صورة. صورة رجل اه متحرك دي اخترت مسلا صورة زاي دي. بي صور كتير على فكرة انا ممكن اختارها. انا اختار الصورة دي المميزة بالنسبة لي. كليك يمين عليها اختار سيف ايميج اس. انا احفظ الصورة فين? احفظها في مشروع الواربوينت. ادوس على سيف. كده بالنسبة للصورة اتحفظت. اروح على بعد كده اختار كده اختار صورة الراجل دي. صورة الراجل الزهرة معها خلفية انا عايز اشيل الخلفية دي بشيل الخلفية ازاي? لو انا اصغر انا اجيب صورة الراجل هنا اهو. اصغر الصورة دي. احنا قلنا من وباختار حيث اسمها ايه معنى تفتكروا معناها ايه? معناها تعيين اللون الشفاف. ان انا عايز اعين اللون شفاف في الخلفية من وراها. هاضغط عليها ظهرت معي علامة بالشكل ده. هاروح اضغط على الخلفية. كده انا عينت الراجل. اكبر. شلت الخلفية. نعملت في الشمس وفي الطائر هعملو في الراجل برضو. اروح على واختار اضافة حركة. واختار انا حرك الراجل ناحية اليمين. رايت. ادي هاتحرك ناحية اليمين. طيب. اسحبه من هنا من النقطة الحمرى دي واسحب النحية التانية. عايزه يتحرك مثلا في اللي هي المدة خليها مسلا تمنتاشر. طيب. الحد هنا تمام بس الحد هنا لو هتلاحظوا ان كل واحد فيهم بيتحرك جبل التانية. ده رقم واحد ده رقم اتنين ده رقم تلاتة ده رقم اربعة. عايزه خلهم كلهم اتحركوا مع بعض. في حاجة فوق اسمها جزء الحركة. جزء الحركة. هضغط عليه. واروح ادوس على كنترل ايه. بعد ما بادوس على كنترل ايه باختار من فوق حاجة اسمها اختار منها مع السابق. مروح كمان. ليه كده يا ايات? ليه كده يا حبيبش? ليه كده نايم كده في الحر ده ليه? فراشة عليك يا جزء جزء. الخلفية الشفافة بضغط عليها. وبرو على حاجة اسمها جبل ما اكمل اهو. خلفية الشفافة الزبت تعمل. بضغط عليها وبروح على فورمات من فوق. ومن اختار اللي هو تعيين اللون الشفاف. تمام? بعد كده اروح اضغط اضغط على الخلفية. حلو خالص. بعد كده انا عايز عايزهم كلهم اتحركوا مع بعض. لان لو ملاحظ ان كل واحد مكتوب عليه رقم. ادى واحد اتنين تلاتة اربع. اعملها ازاي? بروح على اللي هو جزء الحركة. واضغة من الكيورد. واجه من ستارت هختار لو ملاحظ اللي حصل بيه كلهم سفر 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 سفر. معنا ما انه كلهم هتحركوا مع بعض. لو جيت عملت بريفيو. زي ما انتو شايفينه. كل بتحرك مع بعض. طيب. كده احنا عملنا عملنا حاجة بسيطة. رسوم متحركة طيب. انا الاول. اعمل حاجة تاني. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اختار الشكل المناسب بالنسبة لي انا افطر شكل زي دية اعمل رسوم وتحركة. هنعمل شكل تاني اه رسوم وتحركة غير اللي احنا عملناه. انا واحد. انا اشيل بس دي. اشيل هنشتغل مع بعض تاني. الاضاءة. الاضاءة بتاعتها. ممكن توضيح. اللي هي مع حركة الشمس. ما هو انا ازاي اعملها? انا ضغطت على اشتغلي نفسه. وروحت على ومن اللي عندي تأثيرات اللي عندي اللي هي الحركات دي. بختارها اسمها اللي هو لون التعبئة. وبعد كده من اللي هو اه اللي هو اعدادات التأثير. بختار اللون اللي انا عايز. اخترت اللون ده. في اي سؤال? قبل ما اطفل على الانيميشن التاني. في اي سؤال? ادخل على الجزء التاني? لو مفيش اي سؤال? ادخل على العلم انتم يعني بازن الله حيطلب منكم تنفيذ لكل اللي احنا خدناه في المحاضرة النهات. تمام? اه انا دلوقتي بالنسبة ليه الانيميشن التاني اللي انا هعمله. الانيميشن التاني اللي انا هعمله. هروح مسلا على وغل واختار مسلا. صورة حديقة مسلا كمسال. لأشكال مختلفة ممكن اختار اي شكل مناسب ليا. مسلا حاجة اختار حاجة كده تكون لطيفة شوية. طب لو جيت انا اخترت شكل زي ده. انا شايفها مش مناسبة بالنسبة لي. اجي اختار حاجة زي دي. برضو ما عنديش مشكلة. نختارها. انا عايز مكان بس يكون حاجة كنت يا مكان واسم. حاجة مثلا كمسال. خلينا ندور على صورة مناسبة للي احنا عايزين نعمله. عايزين نعمل زي آآ آآ دي ممكن تكون مناسبة. ممكن تكون مناسبة. هيا هي ايها دي. ايها دي اللي ما عايزين. هدوس سيب اميج اس. واختار سيف. اروح والباوربوينت واختار اروح على الانسيرت. اروح والباوربوينت اخذتش. كليك كيمين عليها سيف اميج از. وادوس على سيف. مش عايزة تتحدث. اتبقى المشكلة من بايمج. ماشي. حلو خبص. هعمل ايه بقى? اروح. خلي الصورة كلها هي الخلفية. خليت الصورة عندي بالنسبة لي هي الخلفية. كده اول خطوة عملتها. باول خطوة عملتها ان انا جبت اللي هي خلفية خلتها ايه? خلتها اه شكل عضيقة زي ما انا شايف. طيب. عاز ابتدي ادرج برضو صورة تانية. ادرج. اروح على. انا عايز ادرج صورة اه اتفرج بين على عجلة. اعمل ايه? اروح على جوجل. اكتب صورة. او اكتب مسلا. بايك. بايك. انا بدور على صورة كارتونية يعنيش انا كل ده غير ان انا بس ايه انا بدور على صورة كارتونية انا بدور على صورة كارتونية هنعرف السبب لي هنعرف ما راضي ان شاء الله سبلي اللي اللي انا بدور علي انا مش هعزز فانا عايز مسلا نحنجزها كلا خلاص انا هكتفي بدي اكتفي بديه خلاص ادس ايه مش هحفظها على ادس انا مش كده انا مش عايزها كده انا عايزها جي اي اف جي اي اي اف بينا اصلا نفترنا دي جي اي اي اف اشتركوا في القناة امشين مع بعض واحدة واحدة تمام? اروح مسلا على اخطار واخطار الصورة دي. برضو فيها خلفية انا عايز اشيل خلفية من فين? زي اللي احنا عملناها في الارض اللي فات من واخطار وروح اضغط على الخلفية. ادي شكل تمام? هلو خمس. ادي هنا تمام. طيب التكروب بعد كده انا عايز اعملي انا هخليه مسلا اهو هنا. او كأنه جاي من هناك وعزتها. اقرب. بكده. سوى التكروب. سوغر شوية. بول لو بي انا صور تانية. سوى التكروب. بس. 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 ان نظرها سيبين مجهاز. بس. اشتركوا في القناة الصورة دي خالص مش عايزة اروح على اخترت الشكل دي وقلنا ازاي اشيل برضو الخلفية زي ما احنا عرفنا واختار وروح ادوس ان انا اشيل الخلفية. خليها نصل احنا بس اصغر الاول. بس هي دي مناسبة بالنسبة. طيب. انا بعمل ليه بعد كده? ايه الخطوة اللي بعد كده? انا عايزة حركها ناحية اليسار. انا بنعملها ازاي? بتكرك من حركات اللي هو بعدك وباخطار ناحية اليسار اخطار 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 انا هعمل حاجة تانية. انا قضي همغير شوي. انا عايز يعني احسس الناس ان هو خارج فبعمل ايه? بروح على السهم اللي من فوق دي واخطار حاجة اسمها يعني المزيد من تأسيرات الخروج. المزيد من تأسيرات الخروج. حلو. ضغط على المزيد من تأسيرات الخروج. ممكن اختار ايه بعد كده. الناس افكر معي انا اختار ايه? هنا في حاجة عندي اسمها اه اساسي. طيب. عايز اختار ايه اسمها تحرك للخارج. يعني ايه تحرك للخارج? تتكروا اي واحدة فيهم تحرك للخارج? لا مش للخارج. ده بيختفق. اين تحرك للخارج فيهم? تتكروا? انا عايز اعمل له تحرك للخارج. حيس ان هو يتحرك لانه البرق. لو جيه تجربتها. اخترت في قوت اللي بيحصل معي هيطلع لبرق. لأ انا مش عايز يطلع لبرق. ليه تجربت دي مسلا اللي بيحصل. بيختفق. وبعدنا نجرب زي ما انتم شايفين اهو. اخترت هاي زي دي. خلاص انا اخترت اللي هو تحرك للخارج. فلما اجي اعمل هلجيب ينزل لتحت. لا. انا مش عايز وكده. ناحية اليسار. واروح على حاجة اسمها اللي هي اعدادات التأسير. واختار فين? لو جربت تولفت. بس ماشي سريعي. حالة دي اقلل شوية السرعة. ودوس على فهي اللي بيحصل زي ما انتم شايفين كده. دي الحركة بتاعت ال اه. بلا انا مش عايزها كده. انا عايز اقلل مسلا شوية للوسايا عجلة. اهو. زي ما انتم شايفين اهو. دي طريقة تانية. ازاي? ان انا لما رحت على الهات واخترت المزيد من تأسيرات بخروج. اخترت مسلا. رحت على واخترت دي طريقة. والطريقة التانية ان انا ممكن زي ما احنا عملنا في الا الانيميشن الاولاني. اضغط عليه وبختار 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 اختار هتحرك ناحية اليسار. اتحرك ناحية اليسار. هرنعمل بريفيو. طيب. حلو خطس. انا هرجع عورا شوي انا. اهو. بدوس على بريفيو. حد الان في ايا مشكلة ولا اكمل. حد الان في ايا مشكلة. طب لو رحت على الانيميشن بين. انيميشن بين. ظهر معي بنفس الشكل اللي احنا شايفينه. تمام? وبعد الخطوة دي. عملت ازاي تأسير الفروج? تغطى على السهم من فوق انا اهو. واخترت حاجة اسمها مزيد من تأسيرات الفروج. واخترت حاجة اسمها هلا ايه بينزلي لتحت. تمام? طيب انا مش عايز ينزل لتحت. انا عايز يتحرك ناحية اليسار. بروع على حاجة اسمها واختار شايفين السهم ازاي ناحية اليسار. ناحية اليسار. وبعد كده اروع على المدة هقلل المدة شوي. طيب. حاول اه اللي مش لاقي يكتب بنفس السيغة اللي انا كاتبها دي او يكتب زي ما انا كاتبتها. شايفين? المتحركة من راكب الدراجات. المتحركة من راكب الدراجات. اكتبوا الكلام ده على على اه ممكن هكتبوه ظهر معا. المتحركة من راكب الدراجات. طيب. حلو فاطس. اروع على حاجة اسمها بعد كده خضط كيك يمين عليها. واختار حاجة اسمها خيارات التأسير. اللي هي خيارات التأسير. خيارات التأسير بيقول لي بيقول لي المدة. اه انا اسف. الاتجاه نفسه بتاع الحركة ناحية اليسار. انه لو لو عايز هو بيتحرك يعمل لي صوت. اختار الصوت. لو. او دست اوكي. زي ما انتو شايفين الصوت. بكليك يمين عليها. واختار وفي الصوت هنا اختار الصوت اللي انا عايزه. اهو. دست اوكي. زي ما انتو شايفين كده. اهو عملت تاني. بكليك يمين عليها. رحت على جزء الحركة. يعني كده كليك يمين عليها واختارت تأسيرات الخروج. ومن الساون ده اختارت الصوت اللي انا عايزه. دي دي هناخدها بس نجدلوتها هناخدها لما نجي ايه من عدة نازلي. اهو دست على اوكي. طيب. عايزين نضيف حاجة تاني. نضيف ايه مسته. ممكن اضيف حاجة بسيطة. اروح على جوجل. بدور على مرجحة. تمام. حاجة زي كده مثلا. زي ما انتو شايفين. حاجة زي دي. كليك يمين عليها واختار واختار عد هنا اتمنى ما يكونش في مشكلة. اروح بعد كده برض اختار واخترت اللي هي المرجحة دي هي زي ما انتو شايفين. اصورها شوية كده. خليها فين اخليها هنا. بقى انا مش عايز اخليها هنا انا عايز اخليها مثلا كميسال لو خليت هنا وهناعمل عليها التأسيرات بتاعتنا برضو. تأسيرات ايه? واروح زي ما انا كده واروح على بعد ما اخترتها خلاص. اختار السهم دي. في حاجة اسمها هنا توكيد. دي اسمها توكيد. توكيد. حلو كده. في حاجة اسمها تارجح. فين تارجح? ده شكل التارجح. تارجح. تغطى عليها زي ما انتو شايفين كده. تارجح. هنفوه تحت. طيب. من فين تاني اخترت من الانيميشن. هنا اخترت حاجة اسمها. جيت هنا على التوكيد. دي تأسيرات الدفول. دي تأسيرات الخروج. ودي التوكيد هختار منها اللي هو زي ما قلنا احنا هنختار منها اللي هي التارجح. اختار منها التارجح. بعد ما اخترت التارجح المدة بتاعتها مسلا في نخليها مسلا خمسة. كمسال دست على زي ما انتو شايفين كده. طيب رحت مسلا على اه الانيميشن خلاص انا خلاص. الانيميشن بين اللي هو بيكتشر عشر. طيب. عايزة خليهم يبدأ مع بعض. اما وبعد كده اختار يا اما اضغط عليها واختارها اسمها واحد وهو ده واحد واحد. واحد واحد. طيب. الحركة بتاعت التارجح والشروط ده كله انا عايزه اا اشتغل لحد نهاية الشريحة. كليك يمين عليها? واختار افكت اوبشن. ومن تايمينج هختار من تكرار مع اختار عايز اسمها حتى نهاية الشريحة. وادوس على اوكي. دوس على زي ما انتو شايفينك. حد لا انت ايا مشكلة. اتمنى ما يكونش في ايا مشكلة. ممكن نضيف حية تاني مسلا من عندنا? ولا بقى? حاول نجرب مسلا نضيف حية تاني. اختار مسلا حية زي كده اسمها اا اختار مسلا انه هو المرجح. اختارت حية زي دي. انا عايزها جي اي اف. اس كده اف كده اسمها جي ا號. اس عايزها جي اي اف. Doing afer tارت. ساوم تريد عايزها أفrows جي ا E A A A A A. جي اي 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 اف. ساوم ترل phant's. نحن حافظي هروح على واختار. اخترت نسلا الموجيهة دي. نجلنا ازاي بشكل خلفية عليها بعد كده بعد كده واضغط على الخلفية. افتاحها من فين? واخليها اعمل لها برضو نفس التأثيرات اللي انا كنت عاملها قبل كده. من حركات اللي هي وبعد كده باختار حاجة اسمها يما اروح على السهم اللي انا شايفه دي. وبرضو اختار لها تأرجع. زي ما انتم شايفين كده اختار تأرجع. بحاول برضو المدة بتاعتها. يعني ازودها شوي. حيس هنا في ديوريشن اخليها مسلا كمسال خمسة. واروح على السهم اللي اختار معنى مع الصابق. كلها يبدأ مع بعض. لو جيت عملت وبرضو التأرجع دي انا اخليه حتى نهاية الشريحة يعني. حد ما اللي هو ركب عجلة يخلص. يما اضغط عليه كليك يمين. يما اضغط على السهم اللي انا شايفه في الجنب. وادوس حاجة اسمها اللي هي تأثيرات او اعداد التأثيرات. ومن اختار من اللي هي تكرار اختار حاجة اسمها وادوس على اوكي. انا الصوت بتاع العجلة انا مش حابه فممكن اغيره عادل الصوت هنا اخليه مسلا حاجة زي كده. زي ما انتم شايفين الانيوميشن التاني. طيب. الترجح ازاي? لما بضغط عليها. بروح على اختار السهم اللي من تحت. تمام? السهم من تحت بلاقي في حاجة اسمها تأثيرات خروج. تمام? دي تأثيرات الخروج. دي اللي انا بختار منها مسلا اللي هو لون التعبئة وبختار اللي هو زي ما قلنا الترجح. تمام? اللي هي من حاجة اسمها ايه لو تبتكروا. هم? توقيت. الحقيقة اللي انا بأكد بها الشغل بتاعي. تمنى للحد دلوقتي ما يكونش في اي مشكلة. دست على الانيوميشن التاني. ايه رأيكم? هم? في اي مشكلة حتى دلوقتي? برضو عشان. نرى حاجة بسيطة كده. مع بعض. طريقة تطيع الفديق. جيت مسلا على ورحت على اخترت مسلا كمسال اخترت فيديو زي دست على انا درجت فيديو. عدل الان كويس. اهو. هدي الفيديو اللي انا درجت. اكبر عادي في زي ما اعايز. انا الفيديو ده عايز اعمله تقطيع عند جزء معين. ارح ارق فيه حاجة فوق ظهرت عندي اسمها فورمات. اختار وبعد كده اختار منها حاجة اسمها فيديو. اللي هو التقطيع بتاع الفيديو. فيديو. اهو. ده اللي هو الجزء اللي انا اشتغل عليه. ده انا انا عايزه يبدأ من فين وعايزه ينتهي من فين. انا بيحدده من هنا. طب انا قلت لأ انا عايز اقطعه. زي انتم شايفين انا بقطع في الفيديو. يبدأ هنا. وينتهي هنا. ادوس على اوكيه. اهو. دي البداية. انا كده عملت تقطيع الفيديو. ازاي? ادي كنت تاني. كريك يمين عليه. اول ما بدأت اول ما اعمل ادراج الفيديو اضغط عليه بمجرد ما اضغط عليه بس. حلىيجي زهرت معي حاية افوق اسمها فورمات و play back. اختار من play back حاية اسمها trim video. trim video. وبتيت باقي اقطع زي ما انا عايز في الفيديو. شوف او عايز يبدأ من فين وينتهي من فين. او هنا من تحت start time اللي هو وقت البداية وقت النهاية. وقت البداية وقت النهاية. start time وقت البداية و end time وقت النهاية. ده لو عايز اعمل تقطيع بسيط للفيديو. يعني ممكن استعمل انا اصل البوربوينت بالتقطيع. ان انا اقطع فيديو. احبت صوتي على فيديو. اني عرض موشن جرافيك. بوربوينت بيشتغل فعيه كتير. خلو خلص الحديد. ما الناقل ما كنش فيه مشكلة لحد دلوقتي. ندخل على اللي بعده. ندخل على اللي بعده. ندخل اللي بعده. لو سمحت انا باش ننسى محمد لو عايز اعمل تقطيع من نص الفيديو اقطع ازاي. انا راحت على تقطيع من نص يعني مسلا انت في جزئية في النص عايز اتشيلها. ده اللي تقصده? نعم يا بشانس في جزء في النص عايز اتشيلو نعم. تمام. انا لو فكرت مسلا وجيت عمل حاجة زي كده. كده وقت البداية. كده وقت النهاية. كده كده هو عمل ايه? كده هو حدد لوقت البداية اللي هو باللون الاخضر وقت النهاية اللي باللون الاحمر. طيب لا. انا مش عايز الكلام ده. انا فيه جزئية في النص هنا. عايز اتشيلها جزء معين عايز اتشيلها. لو جيت بصيت هنا فوق. في حالة اسمها اللي هو التعديل. في حالة اسمها البداية والفروج. لحد الان اللي بيعملوا الباور بوينت بيحدد لبداية الفيديو ونهاية الفيديو. اما الجزئية اللي في النص دي ما بيعملهاش الباور بوينت. بيعملها بطريقة تانية هنعرفها ان شاء الله محتاجة محاضرة كاملة مع بعض المحاضرة اللي جاية. هنشتغل شغلنا كله على الفيديو. ازاي اقطع جزئية في النص بالفيديو. طيب علشان برضو ما نطولش على الناس. اه انا برضو اكون بحستة عنها برضو عرفتها اكتر. تمام? شكرا لكم. العفو عليك. ان برضو يعني لو جينا عملنا اه مقارنة ما بين الباور بوينت وما بين برامج المنتاج اللي هي وحيات طبعا فيه اختلاف كبير. اختلاف كبير طبعا. اه امكانيات الباور بوينت برضو ما ازاي ولا لكن برضو اكيد يعني لكل حية لها حل. فان شاء الله اغزن الله قناة دورت عليها ورضو وان شاء الله بازن الله لو كده اشرح حالكم بمحاضر اللي هي. طيب. اه معين لازم. بش محمود محمود. مش فاهم يا بش محمدس اصلا كيه. بش محمدس محمود محمود. كان عندي فيديو على العلبة بش محمدس محمود وعملت وانسرت وكانت عملت رمد. قال لي الفورمات كانت بيت رمد. ممكن مسلا اين بفوروة اللي بتعمل له تريمد بس? لا لا اهو ممكن يكون مشكلة في الفيديو اللي عندك. يعني انا رحت على واخترت الفيديو. واخترت فيديو من واخترت فيديو تاني زي ده نزل. تم ادراج الفيديو. اظهر معي اول ما بضعت عليها اشتغل معي. حاول تغير الفيديو كده وتدخل الفيديو تاني. المنساءات بيكون فيه مشكلة بالفيديو اللي انت محمله عندي. ايه الفورمات اللي عندي ام كي في. ممكن مسلا بيقبل الام بفور مسلا. هو بيقبل الام بفور بس. تماما مشان. لو عاز اغير الصيغة بتاعة الفيديو نفسه وبرنامج فورمات بيغير لي الصيغة بتاعة الفيديو. انا بضعت على الفيديو نفسه. اول ده برنامج فورمات فاكتور. تمام? زي ما انتم شايفين شكل اهو. عندي الفيديو. قضي الصيغة بتاعة الفيديو اللي عندي. عندي فيديو على الجهاز عاز احول الصيغة بتاعته مسلا الام بي فور. هاروح اضغط على ام بي فور. واختار من اه اضغط على ايات فايل. ايات فايل وادور على الفيديو اللي انا عايزه وادوس على العبن. بعد كده اعمله من فوق على ايه بعد كده اسيبه مع نفسه على ايه بعد كده خلص. ده بس مش بالصور بس يعني كمان لو عايز الصور. ادي عندي كلها صيغة الصور. عندي اللي هو الصور. عندي اللي هو المستند. ده برنامج كله ممكن تستعمله. طيب. طريقة تقطيع الفيديو تاني للناس بعد ما بعمل ادراج الفيديو بروع على حي اسمها وبختار حي اسمها تريم فيديو. تقطيع الفيديو. ده اللي هو البداية وده النهاية. انا عايز اعرف او عايز مسلا بحط بداية الفيديو هنا. ونهايته هنا. نهاية. نهاية. استرت طيما اللي هو وقت البداية. اندي طايم وقت النهاية. ياما اشتغل من فوق عادي ياما اشتغل من هنا. طيب. وزي ما قلت لكم لو عايز اقطع جزء معاني في النص نشرح ان شاء الله المحاضرة اللي جاية. اكون انا برضو اه دورت عليها وعرفتها اكتر. انا بشتغل على البرمير عشان كده انا ما عنديش خلفية كتير في اه جزء غير اللي هو ازاي خلي اه نهاية الفيديو فين ونهاية الفيديو فين. زي ما قلت لكم هبحث عنها ان شاء الله وانشرح المحاضرة اللي اياه. طيب. هتكلم بقى على حاجة مهمة جدا. هذه التناس تركز معايا فيها لان هيكون فيها شغلة برضو. اللي هو العد التنازل. كل الشغل اللي انا بعمله دلوقتي دي في الحاجات دي كلها تستغل معايا بالانيميشن. شغلها كله شغلي كله على الانيميشن. تمام? زي ما قلنا الترانزيشن اللي هي اللي انتقلت بتاعت الصفحات. انا عايز اعمل عد تنازلي. ممكن اعمل عد تنازلي ازاي. نبدأ واحدة واحدة مع بعض. اول حية بعملها الخلفية نفسها. اه اه غير لونها ازاي. تكل ازاي غير لونها الخلفية. اضغط كليك يمين عليها واختارها اسمها فورمات بجراوند. فورمات بجراوند. باختار لون الخلفية من هنا لو وصلت اه فل اللي عايزه لون سادة باختار لون اللي انا عايزه. يا اما لون متدرج. من كالر باختار اللون اللي انا عايزه. طيب انا اختار شكل بنفس اخترت خلفية بنفس الخلفية دي اللي انا عايزه. تمام? انا لو عاد اشيل حالة معينة اهو. اغير فيها مهمة زي ما عايز. خليها كده. تمام? اه دي اول خط عملتها. ان انا خليت خلفية. في عندي لون سادة. اهم حاجة لازم اللون يكون سادة. ما لقيش كزا لون في نفس اللحظة. طيب. بروح بعد كده بعمل ايه بجاء? بروح على الشيب. اشكالي في الشغل والشغل عموما بشتغل على بشتغل على الشيب وبشتغل على طايمة بالكامل وفي الانسرت باختار منها اللي هو والشيب. ده شغل كله في الانميشن. تمام? اه لو رحت على واخترت مسلا. اختار اول حية شكل دايرة. ادوس على واسحب عادي علشان يطلع لي اه دايرة تكون متساوي. عايز اخليها في المنتصف. انا كده خليتها في المنتصف. اه. خليتها في المنتصف. ابتدي مسلا اعمل ايه? لو اجي هنا هغير الارتفاع نفسه. لو خليت الارتفاع مسلا سبعة. العرض ما اضغيرش. قده كويس بالنسبة لي. ارجحها زي ما كانت. ماشي. خلو فقط. حتى الان. دلوقتي انا اول ما رسمت الشيب الاوليان داية عايز ارسم برضو وشيب تاني. اروح على ادراج واختار اه واختار اللي هي الدايرة التانية اللي انا خليها في المنتصف. الو كده. الو. اروح على يلا نطبق. واروح على واختار اللي هو واختار دايرة بس تكون ايه? الدايرة تكون بنفس لون الخلفية اللي من ورا. زي اخليها بنفس لون الخلفية. ايه. اضغط على الحاسمها جديدية انت فيل. زي ما انتم شايفين جدا. بيه اول خطو عملتها. عملت دايرة. عملت دايرة تاني بنفس اللون. فانا عايز اخليها بس بنفس لون الخلفية اللي ما نورها. بس على اقل لازم اخليها في المنتصف. اروح على حاجة اسمها كده انا خليتها بنفس لون الخلفية. خليتها بنفس لون الخلفية. تمام لحد الان. تمام لحد الان. دا الخطوة الاولى انا اخترت شيء. اه دايرة بعد كده اخترت برضو شيء نفس الدايرة اخترتها احنا قلنا ازاي بنصف الشكل مرتين. بعمل له دي. جو الخطوة. بعد كده عملت ايه? فقال كده خليتها بنفس لون الخلفية اللي ما نورها. اقول لكم ان اللي بعمل له دي. اهو. انا خليتها كده بنفس الشكل داية. حد الان اعتقد ما فيش مشكلة. انا خليتها كده بنفس الشكل داية. حد الان اعتقد ما فيش مشكلة. خلو فوقس. حول ازفتها بحيس ان الحواف كلها تكون متصورة. عايزة اخليهم كلهم شكل واحد اعمل ايه? علمهم واختارها اسمها جروب. خبانوا كأنهم شكل واحد زي ما انتم شايفينه. تمام? خبانوا بعد كده في في حاجة هنا اسمها او شكل الدولاب او زي ما انتم شايفين كده اهو. شكل الدولاب من اختارها اسمها طيب. بعد بعد ما اخترت اللي هو اللي انا عايزه بروح على واختار حي اسمها مع الصابق. واحدة واحدة وفي المدة اخليها واحدة. في المدة اخليها واحدة. ده ما انتم شايفين? انا بعد ما دمشت الاتنين مع بعض خليطهم في جروب واحد اروح على بس لازم يكون محدد الشكل واختارها اسمها او شكل الدولاب زي ما انتم وبروح على اللي انا عندي شكلين ده مش شون في شكل واحد. اه اخلي اتنين اتحركوا مع بعض ازاي? من اختارها اسمها مع الصابق. وفي الديوريشن اخليها واحد. المدة اخليها واحد. زي ما انتم شايفين انا خليت المدة واحد. طيب. حد الان مش مشكلة? بس انا في غلطة هنا عملتها. نركز في كل خطوة بنعملها مع بعض. انا مش اخليهم الاتنين شكل واحد. انا كلها اعملهم احددت. بعد محددت باختار الاتنين اختار لهم حاجة اسمها وولد. من غير معامل جروب. هنعرف ليه بعد كده. تمام? بعد كده في الستارت اختار حاجة اسمها. هلاجي فيه سفرين زهروا عندي. معين تأثير او اي انا ماشى نفسه هتحرك مع بعض. او رفد ديوريشن هخليها واحدة. طيب. نجي بعد كده للخطوة الاهم. ايه هي الخطوة الاهم? طيب. هروف بعد كده على حاجة اسمها اللي هو الحركة. نركز في اللي انا بعملو. الحركة. الحركة. نستعمل من تحت دي اختار حاجة اسمها ايه معنى زي ما احنا قلنا في اللي فات? تأسيرات او اعدادات التأسير. واختار حاجة منها اسمها اللي هو التوقيت. التوقيت. الو كده. حل. طيب. في التكرار مسلا عندي. في الريبيت. انا انا مسلا هعمل عد تنازلي من واحد لخمسة. بس العد التنازلي بيبدأ من السفر عادي. فالحركة بتاعت السفر. الحركة بتاعت الواحد. الحركة بتاعت اتنين. الحركة بتاعت تلاتة. الحركة بتاعت اربعة. والحركة بتاعت خمسة. كده ستة حركات. هكتب ستة. تكرار ستة. طب لو هعمل عدة ما يزولي لحد عشرة. هخليها اكتب اكتب حداشر. اكرار اكتب حداشر. وادوس على واحد اتنين تلاتة باعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. انا هبدأ بايه? زي ما احنا قلنا? بسفر. او عشرة تسعة واحد تسعة تمانية سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد زيب. ده اللي هو العد التنازل. معنا كده. قلنا من فين التكرار من انيميشن بين وبختار دوسعة للسهم دي. واختار حيا اسمها اللي هو اعدادات التأسير. بعد كده من اختار حيا اسمها انا عايزو تكرر لي الحركة دي كم مرة? انا عايزو يتكرر الحركة دي بالزبط. يعني عدة نازلي من عشرة الواحد. لو عايزو يوقف عند واحدة خليها عشرة. طب لو عايزو يوصل لحد السفر. فانا هعد معي السفر برضو. هكتب حداشر. عايزو يتكرر حداشر مرة. الدوران اللي انا شايفه او الحركة اللي انا شايفها عايزة تتحرك حداشر مرة. اكتب حداشر. وادوس على اوكي. حلو خاطر. حد هنا ما فيش هي مشكلة. بروع على واختار حيا اسمها مربع نص. هكتب اكتب. اكتب الرقم بتاعتي بس. حكسنا اول رقم اللي هو عشرة. تمام? اكتب عشرة. اكتب الرقم. ملو بولت. كبر تاني. شوز الحجم المناسب انا اا دي. اه. خليه مسلا هنا. باول رقم اخدته كان عشرة. عايزة اكتب رقم اللي بعده. احنا قلنا باخد نسخة من الشكل ازاي دي. اه اخترت كزا نسخة منه. اتكرار من فين اه بشنا نبسين من. وبختار حاج اسمها بين. 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 لازم اتأكد ان الاتنين متعلم عليهم لو مش متعلم عليهم اضغط على قبل ما اعمل جزء بتاع الحركة دي. طيب انا اجاب للمعمل ارقام دي كلها. الارقام اللي هي اقول تمانية. ضغط عليها. حلو. معنى كده ان انا ما حسب ليش الارقام. النسخة ما اشتغلتش عليها. لازم اتأكد ان الاتنين متحدد عليهم. لو مش متحدد اضغط على كنترول ايه. ودوس على السهم المن تحت واختار حاج اسمها اعدادات التأسير. اعدادات التأسير. وبروح على حاج اسمها وفي الريبيت بكتب التكرار اللي عندي. اللي احنا اتفقنا عليه. انا هعمل عدة تنازلي من عشرة لحد واحد فانا مش عد صفر معي. هعمل اكتب. الحركة نفسها هتتكرر عشر مرات. طب لو عايز العد التنازلي يوصل لحد الزيرو. الزيرو ده انا هحسبه معي. فمعنى كده انا عايز يعمل لي حركة لعشرة لتسعة تمانية سبعة ستة اربعة تلاتة اتنين واحد زيرو. كده حداشر. طيب. هنا عملنا تيكست بوكس واخترت رقم. عايز انسخه لان انا عايز اعمل من عشرة لزيرو. انسخ كزا نسخة من هنا. يعني مسلا تيكة تسعة. خلو كده. فرض مسلا تمانية. هذه تسعة. وهذه ثمانية. وهذه سبعة. وهذه ستة. وهذه خمسة. وهذه اربعة. اخذ من المسخة تانية. ثلاثة. اتنين. نعرف كل ده ليه? ادي واحد. ودي زيرو. فده انا كتبت كل الارفان بتاعتي. حلو فلس لحد يعني. منا ما يكونش فيه مشكلة. اخرم اللي هو عشرة. بعد ما كتبت الارقام خلاص اخذ الرقم اللي هو عشرة. خليه هنا في المنتصر. ده في المنتصر. حلو. اعمل ايه بعد كده? بروح على خلاص اخترت الرقم اهو. بروح على واختارها اسمها اللي هو ظهور. اللي هو ظهور. وبعد كده من هختار وز بريفياس. ده له كده. حلو. وبعد كده بروح. هعمل ايه? على تاني الرقم نفسه اخترت ايه? ادبير اللي هو ظهور. وبعد كده مع السابق. وبعد كده بروح على حال اسمها جزء الحركة. اللي هو هتكست بوكس عشرة. هضغط عليه. واختار حال اسمها اعدادات التأثير. انا عايز اعمل صوت للرقم دي. الصوت العد التنازلي. اختار هنزل انزل بحال اسمها هنا. اضغط عليه تاني اهو. نات سيكت اوبشن. طيب. انا كده خلصت من اول رقم اللي هو رقم خمسة. هل يعمل ايه? تبتكر عن كده خلصت الرقم ولا لسه ما فرض اعمل في ايه تأثير تاري? انا انا عملت له قبير اللي هو ظهور. لازم اعمل له قبير اللي هو اختفاء. اللي هو قبير. اهو. ده ما انتم شايفين انا لسه في اول رقم. لان كده مش هل يجيب يظهر معي. طيب. وبرضو من عند النقل مع الصدق. المدة خليها قدوا عادة زي ما هي. والديلي اللي هي المدة خليها واحد. خليها واحد. نركز عليها المدة انا خليتها واحد. كده انا خلصت اول رقم. خلصت اول رقم. انا حد الان دعم في اول رقم بس. احنا هعمله تاني فيش اي مشكلة. هاجي على الرقم التاني اللي هو رقم تسعة. نفس اللي انا عملته في رقم عشر هعمله في رقم تسعة. اول حاجة اول خطوة. الناس اكتب يعني اللي مع ورجة وجالة ما اكتب. اعمل اول خطوة بعملها حاجة اسمها قبير. اللي هو ظهور. بس الاول بعمل ايه? اخذ الرقم دي اللي هو رقم تسعة. تسعة مش تمانية. نعم? خلي فوق رقم عشرة زي ما انتم شايفين. اهو. اعمل له قبير اللي هو ظهور. باول خطوة عملتها ظهور. بعد كده بروح على اختار اختار باول خطوة بروح على وباختار قبير وبعد كده من ستارت اختار مع السابق. مع السابق. بروح على عليها على بين جزء الحركة باختارها اسمها اعدادات التأسير. في اللي هو الصوت باختار اللي هو كليك او انقر فوق. كليك. تمام. يوجد في الصوت باختار حاجة اسمها انقر فوق او كليك. وهدوس على اوكي. تمام? انا اعملت له قبير. فلازم اعمل له قبير. اضافة اخطار قبير. بعد كده بعمل ايه? خمسة. عشرة وتسعة. لازم بيجي هنا. انا الاول الرقم عشرة. ديت اللي هو اديلي او المدة واحد. اخلي ده المدة اتنين. لان ده الرقم اللي بعده. ده الرقم اللي بعده. المدة اللي هو هيتحرك فيها. المدة اللي هو هيتحرك فيها. طيب. نفس اللي انا عملته في رقم تسعة. حاجة برضو في رقم تمانية. تاني اهو. طب ادي تمانية. واخترت اول حاجة قبير اللي هو ظهور. اول فطوة قبير اللي هو ظهور. اخترت اخترتها اسمها. يعني مع السابق. تمام? على كده بروح عليه هنا واختارها اسمها ومن السوند اختار وادوس على اوكي. بعد كده كنا بنعمل ايه? اضافة حركة الاول. اضافة حركة باختار دي السابق اللي هو الاختفاء. وبعد كده في الديلي ده الرقم التالت باختار تلاتة. بكتب تلاتة. في الديلي اللي هي المدة. طيب. وهكزا باجي الارقام نفس القسم. بس ما ننساش ان انا في الستارت هنا لازم نخليها حلو. كده انا عملت عشرة تسعة وتمانية. حاجة في الرقم اللي هو بعد والرقم سبعة. نعرف ان هي مملة شوية بس. هو في الاخر اللي هي قد رقم سبعة. هو الفطوة بعملها هو ظهور. وبعد كده من ستارت هختار وبعد كده من هنا اختار وباختار من الساوند اختار حاسمها وهدوس على اوكي. ايه بعد كده بعمل ايه? اول حاجة بعد ما عملت الرقم وعملت اللي هو من من تأسيرات من اعدادات التأسيرات. اللي هو خيادات التأسير افكت اوبشن. تمام? وباقوة الخطوة وبعملها كبير بعد كده من ستارت خليها بعد كده بروح على اعدادات التأسير اللي هو افكت اوبشن وبختار منها من الصوت الساوند اختار كليك. تمام? بعد ما بختار كليك بعمل ايه? هم? بادوس على حيات اسمها او اضافة حركة. اد انيميشن. واختار ديس قبير. من ستارت هنا بعد كده اختار بعد كده ده الرقم رقم كام? عشرة تسعة تمانية سبعة. كده اختار اربعة. اجي على ست. خطو برضو هنا. واختار قبير. من ستارت هاختار وزب ريفيس. واختار من افكت اوبشن. اختار كليك. ادوس على اوكي. بعد كده اد انيميشن اللي هي اختار ديس قبير. بعد كده من ستارت وزب ريفيس اكتب هنا مقام خمس. اجينا جربناها شوية او عشرة. ايه مشكلة عند. انا خليتها كلها اصفر. لازم اخليهم كلهم. وهكذا برضو باج الارقام اللي عندي. وهكذا اعمل التأسيرات على باج الارقام اللي عندي. هلاقي بعد كده. الشغل اللي انا عملته. او رحت على جيس بي سي. اقاريكم الشغل النهاية بتاع اللي هو فين اللي عدد تنازل تذكره? خلينا ماشي بنفس الخطوات دي. تمام? ولو رحت على واخترت كل التأسيرات اللي انا عملتها هعملها على نفس آآ الحاجة كلها مراحل. لازم بخلي كلهم اصفره زي ما انت شايفين. نفس القصة اللي انا عملتها هعملها هنا برضو. دي انا نسيتها عملها لازم اعملها لازم الكل مع الصابق. زي ما انتو شايفين اهو. هي غلط. هي اللي بيحصل. طيب. انا لحد اول خطوة كله تمام. تمام? نرجع بس هندي كده شوية. هنصلي العصر. وهنرجع نكمل ان شاء الله. نصلي العصر وبعد كده نرجع نكمل الشغل بتاعنا. بتاع اللي هو العد التنازيل. تمام? لان برضو محتاج تركز اكتر من كده. هعملوا تاني معاكم من الاول علشان ما يكونش في اي اخطاء. تمام? اه. اه همدس احنا معايش هناخد بس آآ حد اربعة لرب. نصلي العصر وهنرجع نكمل ان شاء الله الشغل بتاعكم. نشتغلوا تاني من الاول. هنشتغل اللي هو العد التنازل. بداية من ارقاب. تمام? اه شوانس حمود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله بشوانس محمد. خبار حضرتك فيه. الحمد الله عندي صغور حضرتك. بكرا لكم للشغل الجميل اللي انت بتعمله ربنا يحفظك يعني. اللي عافو علي يا حبيبي. لا حاجة رائعة ومفيدة يعني. كنت عايزة اسأل حضرتك لو انا عندي يا سلايد فضل يعني وبعمل تقرير مثلا. وعايزة السما حط فيها صور مثلا اربع صور. يقوم تطلع الصفحة متأسما الاربعة بالتساوي او ست صور او تمن صور او عشرة. بحيث بقدامي كأنه فيه مستطلات موجودة. وانا بعمل مثلا انسيرت بيكتشر وحطها في مكان معين تطلع في في مكان بيمثل العشر مثلا المسيح. انسيرت بيكتشر. وحط صورة تطلع في المكان اللي جانبه على قديب الضبط وفي اطار موجود بيساهل علي. واضح السؤال ولا مش واضح? واضح يا اندسة. فهمت حضرتك يعني لو عندك اربع صور عايز تجسمهم بالتساوي على الصلايد. او طريقة سريعة مسلا اربعة ستة تمانية عشرة مثلا فبسرعة انا عندي قدام الصلايد موجودة فيها عشرة اطار موجود عشرة فريم. العشرة قد بعضه متمثلين. مجرد ان انا بعمل انسيرت بيكتشر وارمية في المكان ده انسيرت بيكتشر وارمية في الماء يطلعوا كلهم زي بعض الطريقة سريعة وسهل لو كده. فهمت حضرتك اهم دسة وفهمت السؤال. حتى مش لازم المرة ده ممكن المرة الجاية مفيش استعجال يعني عاصفاني. لا لا مفيش مشكلة انا ريوبك عليه النهاردة ان شاء الله بس الاول مصلى لاصر وبعد كده انا جاء نكمل تاك. شكرا لحضرتك وربنا شكرا لحضرتك. العفو علي. اه معالش احنا اخد بس ريست اه برضو عشان الاصر ما روحش علينا كده هناخد ريست ربع ساعة عشان الناس برضو انا عارف الناس تاعدين. فلحد الساعة بالزبط تدربتي تلاتة ونص وخمسة لحد اربعة لعشرة. نكمن. الشغل تاني اللي احنا شغلنا دي عملناه هنعمله تاني من الاول اللي هو ازاي اعمل عدد ترازل. خلفين. وبعد كده بروح على واخطار من اخطار اللي هو شكل الدايرة. ابتروكس. اصدر تاني. عايز اخلي. انا زي لون الخلفية زي. لكي من عليها? انا اخترت بعد كده اروح على كده بيجت زي الخلفية. دي اول سطوة. دي اول سطوة عملتها. خيط. افتكروا تاني سطوة بيكون ايه? اروح عمل لهم تحديد. احددهم كلا. اللي اتنين. دي اتنين مع بعض مش بحدد واحد بس. طب ازاي احدد اللي اتنين? اضغط على اللي برة. بس على احدد الشكل التاني اللي من جوة. احدد الشكل اللي برة. واضغط على واخطار الشكل اللي من جوة. تمام? مع الكده بروح على انميشن. واخطار ايه? لو شكل الدولاب. شكل الدولاب او. تمام? فلا ايه عملي رقم واحد واحد. اخلي المدة فوق هنا واحد. مدة مدة الحركة نفسها. زي ما انتم شايفين ايه? واحد. ما نساش اني في مع السابق. لو رحت على بعد كده اللي هو جزء الحركة. ضغط على السهم من تحت دي. واخترت حيا اسمها افكت اوبشن. برضو احنا عشان مش انا عشان مش عايز اطولها همتخلي ارقام من خمسة الاسب الديوريشن هخليها واحد. ايه. بعد ما خليت في الديوريشن واحد اروح اعمل ايه? بروح على الانيميشن بين. وراح اضل هالسامل من تحت واخترت حيا اسمها افكت اوبشن. من الطايمينج هكتب ستة. من الطايمينج هكتب ستة. تمام. ليه معناها عندي كم رقم هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. انا عايز يتكرر اللفة ليه يتكرر ستة مرات. ضغط عليها. هدوس على هدي واحد اتنين تلاتة خمسة ستة. ايه. بعد كده كنا بنعمل ايه? كنا بنعمل ايه بعد كده? نسمعي? كنا بنعمل ايه بعد كده? نس اكتب لي حتى في الشابت. بروح على من تكست بوكس. وروح اعمل تكست بوكس واكتب مسلا رقم خمسة. وزبطه زي ما انا عايز وازاي بنصف الرقم زي ما قلنا كنترول دي. وهكذا. بس انا عملهم جاهزين عندهم. حلو كده? حلو لحد لها. كويس لحد الوعدة. بعمل ايه بعد كده? باخد الرقم نفسه اللي هو رقم خمسة هنا حطه في المنتصف. حطه رقم خمسة في المنتصف. حطه رقم خمسة في المنتصف. بعد كده بروح اعمل ايه? بروح على حركات اللي هي وبختار قبير اللي هو ظهوره. باول خطوة بعملها بعد ما رحت على بختار قبير اللي هو ظهوره. بالستارت اختار مع السابق. طيب. بروح بعد كده من السابق اللي هنا واختار اعدادات التأسير. وفي الصوت هنا هختار كليك. او اون بور فوق. فدوس على موافق. دي كده اول خطوة. فده كلها اصفار يعني كلها اشتغل مع بعض. فكده هدوس على حاجة اسمها اضافة حركة. اضافة حركة. اختار حاجة اسمها او اختفاء. او اختفاء. اجلي سفر وواحد. لانا اخليها مع السابق. وفي الديل هنا هكتب واحد. نفس اللي انا عملته برضو في رقم خمسة بعمله في رقم اربعة. رقم اربعة مش خلاتة. انا جي من الظاهرة عندي فاروح على فورمات. اخليه. اخضار الخطوة التانية كنا بنعملها ايه? هروح على واختار حاجة اسمها مع الصابق. مع الصابق. وار من هنا اعدادة تأثير. وفي الصوت هختار كليك. وبدوس على اوكي. تمام? دي كده اول خطو. يعني كده هروح على اضافة حركة واختار اختفاء. ومن هختار حاجة اسمها مع الصابق. انها تشتغل مع الصابق. واختار رقم اتنين. اهلا. اجل الرقم اللي بعد اللي هو رقم تلاتة. برضو من الفورمات اخطار برضو اخليها في المنتصف. اول الخطوة برضو كنا بنعملها ايه? بروح على اخطار قبير اللي هي ظهور. ومن هختار مع الصابق. وبروح على اعدادات التأثير. ومن هختار اللي هو وبادوس على اوكي. اروح بعد كده برضو اضافة حركة واختار اللي هو اختفاء. بستارت هختار اما في الديلي هختار اكتب تلاتة. اكتب تلاتة. هروح برضو على رقم اتنين الرقم اللي بعده. هتصم الظاهر فاروح على فورمات. من برينج. اختار برينج. خليها برضو فوق الارقام دي. اهي. اروح على اخطار قبير اول خطوة. بعد كده مع الصابق. وباروح على السهمة دي واخطار حاسمة اعدادات التأثير. من هختار كليك. وادوس على اوكي. بعد كده بادوس على وضافة التأثير. واخطار بعد كده من ستارت هختار وفي الديلي هختار او اخليها اربعة. اجي على رقم واحد نفس القصة برضو. كلهم نفس الخطوات. لو لو ركزنا هنلاقيها كلها نفس الخطوات. تمام? اهي. اول حاجة بروح على انيميشن قبير بعد كده. بعد كده من السهمة دي من افكت اوبشن. اختار من الساونت اختارها اسمها كليك. وادوس على اوكي. واروح على اضافة حركة واختار ديس قبير. في الستارت اختار واخلي دي رقم خليها خمسة. نجي عندها اخر حاجة اللي هي الزيرو اللي هي السف برضو انا حطيتها هنا من الزهرة. من اختار برينج. تمام? واروح على الانيميشن. واختار اببير. اببير. بعد كده من ستارت اختار واسب ريفيوس. ومن السامن من تحت دي اختار افكت اوبشن. ومن ساونت اختار كله نفس الخطوات. اختار كليك. وادوس على اوكي. بعد كده ادوس اضافة تأسير. اختار ديس قبير. ومن ستارت اختار واسب ريفيوس. وهنا رقم ستة. ادي العد التنازل. ادي العد التنازل. الارقام بنحطها على بعض. الرقم هنا لو دخلت هنا لقيته مش بيظهر. احنا عرفنا ازاي نظهره. تمام? نعمله. تمام? بالنسبة للتكرار كنت بعمل تكرار ازاي? مم? برضو من اول حاجة بعملها مسلا. هدي حددت الاتنين دول معي. ودلسة على السهم اللي من تحت افكت او وهروع على ومن ريبيت. هشوف انا عايزو يعدي اللي كم مرة او الدوران النفس يكون كم مرة. لو هيعد نسلا من خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد زيرو. معناها يعمل لي دوران ست مرات. فانا هعمل اكتب ست عدوس على اوكي. ده اللي هو ارتكرار. شايفين الخطوات اللي انا عملتها لو غلط? انا في خطوة واحدة بس العبوات اللي كل اللي انا بعمله. لازم يكون ماشي الخطوات خطوات سابتة. في اي مشكلة لحد دلوقتي? في اي مشكلة مع الناس? في مشكلة اتمنى ما يكونش هي مشكلة. طيب الناس معايخ? طيب هناخد حاجة برضو بسيطة. باكتفي بكده يعني اخر حاجة هناخدها النهاردة عشان ما زودش على الناس اكتر من كده. هو كان فيه شغل كتير بس اه عشان الناس برضو ما تتعبش عشان تقدر برضو تركز في المحاضرة. تمام? اه بإذن الله الجزء الاخير هنعرف ازاي نعمل مقدمة وانترو لحاجة معينة. فهنعمل مع بعض انترو بسيط كده. تمام? اه بسم الله احنا رحيب. اول حاجة مسلا انا عايز اعمل انترو لشيب او لحاجة معينة. اروح اول حاجة اروح على ومن اختار انا عايز اعمل انترو مسلا ليه لوجو معين او لشغل معين بروح اشوف انا الحياة حاطتها فين او الصورة حاطتها فين? اخترت مسلا لوجو. اصغره. خليه في النص. هو كده في النص. طيب كده اول فطوة انا حطيت اللغة كده في النص. تمام? بعد ما حطيت اللغة في النص انا هعمل مسلا انا هعمل دلوقتي اه انترو بسيط. تمام? اروح على اختار اختار مسلا شكل زي كده ايه? اهو. كنترول دي. برضو نفس الفصة من تحت. خلي اللون ده. زي ما انتم شايفين كده اهو. انا اخترت اول حاجة حطيت مسلا لوجو معين. او حاجة معين عزم انترو. واخترت اخترت شكل زي دي من الشيب باختر الشكل اللي انا عايزه. تمام? خليت انا وصلت لحد ما عملت وصلت ليه بطريقة دي. بعد كده بعملي ايه? مسلا اللون اللي انا عايزه. اه مسلا ضغطت عليها اروح على فرمات من شيب او طلائل انا مش هايز لها او طلائل نو او طلائل نفس القصة من تحت. اختار هي اسمها نو او طلائل انا وصلت لشكل دي. كامل ازاي بعد كده انا مش في خطوة خطوة. امام? في اي مشكلة لحد الان. لان ما ما يكونش في اي مشكلة. بس هو في حاجة انا مطلوض اعملها ايه هي? ان انا اخلي اتنين بنفس الشكل ده على بعض. انا اللون ده هخليه لون تاني. هخليه مسلا اللون ده. او اخليه لون زي اللون ده. هخليهم الاتنين على بعض. زي ما انتم شايفين كده. حتى الان تمام. انا خليت لونين على بعض. انا عايز اللون اللي هو مسلا اللي انا حطته دي يكون من فوق. اخليه مسلا ان انا عايز اخضره للامام. طيب عايز اخليه في الخلف. اختار ارسال للخلف. ارسال للخلف. طيب. او جينا مسلا بصينا هنا. اولتي كده اصغر شوية زي ما انتم شايفين اللي بيحصل اهو. اوضين باكم. طيب. بروح بعد كده على الانيميشن. انا خلاص وصلت لحد هنا. اصغرت لحد هنا. بروح بعد كده على الانيميشن. حتى الان انا ماشي على الانيميشن. تمام? بختار حاجة اسمها ايه? تفتكروا. اللي بختاره من الانيميشن. رحت اخترت حاجة اسمها وايه. اللي بيحصل. اه ايه. دست بريفيو هادي شكلها كده. انا هروح على افكت اوبشن. اختار توليفت. زي ما انتم شايفينه. طيب. اللي هي المدة. اول ازود المدة شوية انا خليها مسلا اتنين. عملت شايفين? اهو. طيب. انا بقى في هخليها مع الصابق. مع الصابق. طيب. انا بس هنصحل من تحت ده. دي كلها اخدها اخد الفوق بس لانا عايزه كل رادار. ضغط عليها كلها وضوص برضو اخد اللي تحت. انا مش عايز اللي تحت. انا عايز الاتنين مع بعض. حدد دي. ودوس على واخد الشكل التاني. ودوس دي. اهو. هنزل بيها تاعة. حاول ازبطها على نفس المسافة اللي فوق. اهو. اهو دست على اللي حاصل اهو. اعمل اللي حاجة بسيطة. زي ما انتم شايفين. بس دي انا بقى اعكس اعكسها ازاي. انزل اللي تحت دي. او لانا حد تاني. دست على مم. قد نبنى باللي بيحصل. تاني. خلو خطس. خطب لو رحت على الانيميشن مسلا. تمام? في الانيميشن. هنا في حاجة اسمها اخليها ترايت. هذه بريفيو. واحدة خليتها ناحية اليسار. واحدة خليتها ناحية اليمي. طيب. حلو خلص. طيب الشكل اللي من جوة والحاجة اللي انا اعملها من جوة. لو عايز اعمل لها تأسير اعمل لها تأسير ولا لا اعمل لها تأسير. وبالتأسير المناسب. اختار التأسير المناسب. ادور في التأسيرات اللي من فوق دي. اختاري التأسير المناسب. اهو مسلا. تأسير المناسب. بشكل اللي انا اخترته ده. اشتارة خليها ويس بريبيا. اصمعها السابق. حالة بسيطة. انا لازم اخليها مع السابق عشان الكل اشتغل مع بعض. الكل يشتغل مع بعض. اشتغل مع بعض. انا بريبيو. ايس بس. ممكن ازود للمدة برضو. ايه رأيكم في حاضرة النهاردة? احنا اخدنا كم حاجة? هو مفروض ناخد اللي هو كنتم حاضر مفروض ان احنا ناخد شخصية كارتونية ولو كملنا هتاخد معنا الحد لساعة خمسة. بس عشان برضو الناس اه تعبت اكيد. فاحنا اخدنا رسومة حركة واحد وطريقة عد التنازلي. واخدنا ازاي اعمل مقدمة وانتما. ان شاء الله المحاضرة اللي هي اياه. هناخد ازاي اعمل شخصية كارتونية. ازاي اعمل بازل او لعبة داخل اه ان شاء الله داخل اه البوربوينت. وبرضو اه محمود كلمنا كلمنا عليها اللي هي ازاي اعمل تقطيع الفيديو من المنتصف. وان شاء الله بازن الله هتقبى نهاية البوربوينت. هندخل بعد كده على برنامج. هو اه قبل ما ادخل على برنامج هحتاج محاضرة ان شاء الله اشرح فيها بعض الحقيقة تراجع المراجعة سريعة على الورد والبوربوينت والكسل. وفي بعد الحقيقة احنا ما اشرحنهاش هنعيد هنشرحها تاني ان شاء الله. ففضل لنا محاضرة كده في المحاضرة او اتنين مراجعة على الورد والبوربوينت والكسل. بعد كده هنخش على برنامج انا عايز اقول لكم بمجرد ما هنخلص برنامج بمجرد ما هنخلصه. انا كده بالنسبالي يعتبر خلص تمانين في المية من دبلوم. بقى البرامج كل برنامج هياخد معك من محاضرة لمحاضرتين فقط. برامج مش هتاخد معك شغل كتير. شغلك كله على البرامج الاسسية اللي هي الورد والبوربوينت والاكسل والاكسل. طيب. الجزء اللي هو فاضل اه بش مهندس اه احمد اه يتنزل ان هو فصل من عنده الانترنت. فالجزء اللي دي انا سجلته اه تمام? فبازن الله ان شاء الله هبعته لبش مهندس بحيث ان هو يضيفه ليه الجزء اللي تسجل. تمام? اه اتمنى ان المحاضرة كاية بسيطة. اه سهل عليكم ويفانش فيها اي تعب. واتمنى برضو اللي عنده اي مشكلة اه برضو يتواصل معي. بازن الله التسك بتاعكم هيقبأ اه عمل العد التنازلي وعمل مقدمة ومحتاج برضو الناس جرد تاني تعمل انه يشامل. تمام? طيب. حد عنده اي مشكلة? حد عنده اي مشكلة? تمام? طيب. اه اه شوف انا اللي بش مهندس عشان فاطر اه لك قدور. تمام? بش مهندس روماني بعت لكم نينك الحدوش. تمام? اه ان شاء الله بتتوفيق لكم جميعا وبإذن الله زي ما قلنا هنكمل المفادرة الاخيرة ان شاء الله من المفادرة اللي هي مجمعة القادمة. وبعد كده هنعيد اه رجع سريع على الورد والبارجوينت والاكسل. اه عيد مش معنا ان انا عيد انا اه هاشرح عيد تاني عددين بس في حاجات جديدة برضو انا اخدها في البرامج دي. هياخدوا معنا مع حضرتين. ايه كده هندخل ان شاء الله على الاكسس. وزي ما قلت لكم بمجرد ما هنخلص الاكسس. انا بالنسبة لي خلص تماما في المية. عارف الدبلوما طولت. بس يعني اتمنى ان في نهاية الدبلوما تكون الاستفادة عمت على الكل يعني. والبرامج التحويلات والحدة كلها ابعت لكم الرابط ان شاء الله على اه كوبة الواتساب. تمام. ترجمة نانسي قن belts